موسيقى خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة خلال رئاساتها قمة قافة 27 ختام أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها 30 وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم استمرار التوتري على الحدود الروسية الأوكرانية وفوتين يعقد اقتماعاً مع مجلس الأمن الفيدرالي الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت برانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها قمة تغير المناخ وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف وذلك لضمان قروض القمة بنتائج إدابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته وخلال استقباله المبعوثة الرئاسية الأمريكية الخاص للمناخ جون كاري رحب رئيس السيسي بزيارة كاري إلى مصر وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها معربا عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة تحضيرا للقمة العالمية كوب 27 للمناخ والمقرر أن تنعقد بشرم الشيخ من جانبه أكد كاري ثقة الجانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة وحرصهم على تعزيز التعاون المشترق بين البلدين في هذا الإطار وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية في جهود مصر لتحول إلى مركز الاطاقة والأهداف الطموحة التي تتبنها في هذا المجال وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ تحية لك دكتور شاكر يعني الرئيس السيسي أكد خلال لقائه جون كاري أن مصر سوف تتبنى مقاربة شاملة ومحيدة خلال رئاستها قمة تغير المناخ وأنها لابد أن تأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف بالرأي كيف سيسهم ذلك في ضمان خروج القمة بنتائج إيجابية لصالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة متوناتها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بخطوة جديدة بالاحترام من قبل السيد الرئيس أننا نتبنى قمة مناخ ومعتبر الثاني دولة العربية نتبنى قمة مناخ سلطة العربي ده يدل على أن احنا فعلا من أول الدول اللي لها تأثير وعاوزة يكون فعلا مناخ معتدر ويعود لحالة طبعية إحنا حضرتك لو بصينا لمصر مصر ماشية في تجاهه سمين جدا جدا في قضايا المناخ اللي هو لو احنا بصينا حتى على قطاع الطرق وتطويره ده بيحد من الانبعاثات ويقللها لو بصينا للقطاع الزراعة بنعمل هجن وأصناف تحمل إجهادات بمطور الرأي الحق بتاعنا كل ده ماشي في اتجاه التنمية المستدامة إن احنا نعمل مشاريع تعتمد على الهيدروجين الأخضر بنعمل طاقة جديدة ومتجددة كل ده مشروع تنمية الخضراء أول دولة في الوطن العربي تقوم بإصدار تنمية الخضراء لتبني قضايا البيئة والمناخ كل ده يدل على جدية مصر لتعاونها مع المجتمع الدولي ككل وليس أمريكا فقط دكتور شاكر هل هذه الخطوات المزمع اتخاذها من الممكن أن تؤدي بالفعل إلى يعني الالتزام بدررة حرارة مرتفعة إلى دررة ونصف مقوية خلال المائة عام القادمة كما هو يعني مأمول في الفترة القادمة حضرت السؤال ده هامي جدا أن العالم كله كانت الأول للدول الكبيرة اللي هي مصدرة للمسكدة كانت بتقول أن هي بعيدة عن المسكدة مش أن تؤثر فنتيجة هذا فيه تأثير كتير واقع عليها على بلادها على توفير الغزاء لمواطنيها فبالتالي هي بدأت تمد يد العون وهي من مصحة كل الدول الكبيرة دلوقتي إن الإنبعاثات تقل ودليل حرارة تقل لـ 1 درجة مقوية إلى ما قبل الصورة الصناعية وده من خلال قمة بريس ودلقات الأصويرة ونزاية مصر صلى الله عليه وسلم نحن إن شاء الله بإذن الله نعمل في القمة القادمة في مصر كل النقاط توضع الحروف سواء تمويل لمشاريع المناخ والبيئة أو حد من الإنبعاثات من الدول الكبيرة دكتور شاكر لقاء جون كاري مع رئيس أسيسي تترق أيضا لمناقش الدور الشركات والمؤسسات الأمريكية في بهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة ونتحدث تحديدا عن الطاقة النظيفة برأيك أهم الأهداف الطموحة التي تتبنها مصر في هذا المجال إحنا عندنا أهم الأهداف إحنا عندنا مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة اللي هي إننا نطلع الطاقة أو من الشمس إنه طاقة الرياح أو طاقة الأمواج إننا نعمل نعتمد بخضرة بير إننا نتحول وبدأنا فعلا إننا نحول السيارات إلى غاز أو تشتغل بالكهرباء بدأنا نطور في الطرق بتاعتنا بحيث إننا العربيات ما تقومش كتير على الطرق وبالتالي يبقى فيه زيادة في الإنبعاثات بدأنا نطور في نظم الري الحقل بتاعتنا كطريقة من استدامة المياه عملنا اشتغلنا على تحريط مياه البحار كل دي طرق للحد من التغير في المناخ إحنا ماشيون في الطريق السليم وإنساء الله بيجينا يعني الدول الكبيرة بس تحد من بعثاتها وإحنا نطلعنا بس على التأثير كله على العالم كله قليل جدا إن شاء الله ديزيل شكر الحضرتك للدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس برسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ شكرا جزيلا لك في إطار اهتمام مصر بملف تغير المناخ اتخذت الدولة خطوات سريعة وجدة لتحديد مساهمتها في هذا الملف الهام الذي يهمه العالم أجمع كما تلعب مصر دورا هاما في ملف المناخ على المستوى الإقليمي حيث كان لرئاستها مؤتمر وزراء البيئة الأفريقة ومجموعة المفاوضين الأفريقة دور هام في توحيد صوت القارة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ اتخذت مصر منذ عام 2015 خطوات سريعة لتحديد مساهمتها في تغير المناخ وتابعت خطواتها بدمج بعد تغير المناخ في عدد أكبر من الوزارات ليصبح إحدى ركائز التخطيط الاستراتيجي بها إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب التمويل للمناخ في العديد من المجالات ومنها مواجهة نقص الطاقة بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة وإصدار التعريفة الخاصة بها تحت مظلة مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والبحث عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة ومع اتفاق باريس للمناخ وأهمية الزخم والالتزام السياسي نحو سياسات المناخ تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية لخلق مزيد من الدعم السياسي والتعاون الوثيق بين عدد أكبر من الوزرات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر كما تعمل الحكومة على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل وتلعب مصر دورا هاما في ملف المناخ على المستوى الإقليمي فكان للئاسة مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة المفاوضين الأفارقة دور هام في توحيد صوت القارة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ والخروج بمبادرتين طموحتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة واستمرار العمل على تنفيذها واستضافت مصر مؤخرا مجموعة المفاوضين الأفارقة واستمع الوزراء إلى مداخلاتهم وأطروحاتهم وبدعم من الأشقاء إلى فارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 خلال العام الجاري وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام وترى مصر أنه في ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيه لتشهد تنفيذا حقيقيا لاتفاق باريس والخروج بجدول عمل متوازن أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر حددت أولويات استضافة مؤتمر قب 27 المقررين عقاده النهاية العام الجاري ودأ ذا لتخل إلى مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جونكاري بمقر وزارة الخارجية لمواجهة تغير البناخ هي أحد الأولويات المشتركة لكل من مصر الأولويات المتحدة خاصة مع استعداد مصر لاستضافة الدورة لـ 27 المؤتمر أطراف التفقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الكوب 27 وقيادة الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ خلال الفترة القادمة كما أكد شكري أن مصر حريصة على تمكين الشباب والمجتمع المدني العامل في مجال تغير المناخ وألفت وزير الخارجية إلى تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة لتغير المناخ كنت من جانبي على استمرار مصر في بزل كافة الجهود لرفع تموح عمل المناخ الدولي على كافة المستويات سواء فيه ما يتعلق بخفض الانبعاثات أو دعم وتعزيز جهود التخيف مع الأثار السلبية لتغير المناخ أو حجد التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بواجباتها في إطار تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ أكدت كذلك خلال مباحثاتنا حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني العامل في مواجهة تغير المناخ تأكيدا على الدول الهام الذي يقوم به في هذا المجال الهام من جانبه أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كاري أن مصر تلعب دورا جوهريا في مجال تغير المناخ ولفت كاري إلى أن بلاده تضع ثقتها في قيادة مصر لمؤتمر كوب 27 حول تغير المناخ نحن نفق بقيادة مصر لمؤتمر الإطراف فمصر اتخذت خطوات كثيرة بالفعل وهي تضع هدف طموحة للغاية لكننا أعلن اليوم فريق عمل مشترك له هدف واحد وهو العمل على الاجتماع الذي سيُعقد في نوفمبر في شرم الشيخ هذا العام كما أشار كاري إلى أن الولايات المتحدة تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة ولفت المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري إلى أن عدم الالتزام بتقليل الانبعاثات يهدد أمن كوكب الأرض نحن نعرف الآن أن الإنسان يسهم بهذا الضرر للكوكب وبالتالي فعلى القيادة أن تتخذ خيارات هذا يحدث في كل إرجاء العالم الآن في غلاسجو وعندما أحرزنا تقدما هائلا نجحنا في تحقيق أو إضافة 65% من الاقتصاديات العالمية لكي تقوم بالعمل على الحفاظ على الهدف واحد ونصف درجة مئوية كان وزير الخارجية سمح شكري قد عقد جلسة مباحثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري بالقاهرة وصدر عن المشاورات بيان مشترك أكد إدراق مصر والولايات المتحدة لخطورة الوضع الناتدي عن تغير المناخ وأهمية تسريع وطيرة الجهود العالمية على كافة أصعدة تغير المناخ خاصة فيما يتعلق بالحاجة للحد من ارتفاع درجة الحرارة لما يقل عن درجتين مئويتين وبذل الجهد لوقفها عند درجة ونصف الدرجة مئوية وشدد البلدان على أهم أهمية حجد تمويل المناخ من كافة المصادر على نحو يحقق أهداف اتفاق باريس كما رحبت بزيادة العديد من الدول المتقدمة لتعهداتها وبخطة إتاحة تمويل المناخ لتحقيق هدف توفير 100 مليار دولار بما تتضمنه من جهود جماعية وأعربت الولايات المتحدة عن ثقاتها في مصر كرئيسة قادمة لقاب 27 استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من الألية الإفريقية لمراجعة النظرة وذلك برئاسة البروفيسير إدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرترية الألية وبحضور وزير الخارجية سامح شكري والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للألية وخلال اللقاء أشهد رئيس السيسي بالدور الذي تقوم به الألية الإفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الإفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية ومتابعة تنفيذ الدول لستراتيجيتها التنموية كما رحب السيد الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الألية الإفريقية لمراجعة النظراء مؤكدا حرص مصر على دعم الألية بصفاتها إحدى الدول المؤسسة لها أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وفد الألية الإفريقية لمراجعة النظراء أشاد بالخطوات الجدة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة انطلقت اليوم من مدينة تشارم الشيخة فعاليات ورشة عمل ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية ودمج التكيف مع تغير المناخ في السياسات والخطط والبرامج على جميع المستويات بالإضافة إلى بناء ورفع قدرات السلطات المحلية وتطوير الخطط المحلية للحد من مخاطر الكوارث كما تعلمنا أن شامل الشيخ هو إيجيبت هو قوة 27 وهي كونفرنسة للغاية 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 وهي سيكون في هذا الكلام شامل الشيخ لذلك نحن هنا لتعمل مع شامل الشيخ على كيف تجعل المحلية للغاية 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 وهي يعني أنه لا يبدو أن نظر على المحلات في نفس الوطنية ولكن نظر أن نظر على المحلات جداً ويجب أن نظر على المحلات للغاية للغاية ويجب أن نظر على المحلات لغاية للغاية للغاية أو أيضاً لغاية للغاية للغاية أو أيضاً لغاية للغاية للغاية مثل كوفيد-19 طبعاً يسرنا تواجدنا اليوم في شرم الشيخ لإطلاق استراتيجية شرم الشيخ للحد من مخاطر الكوارث والتي طبعاً كذلك سيتم استضافة كوب 27 في جمهورية مصر العربية ولنعكس الطريق للمرونة من خلال هذه الاستراتيجيات التي تصب في التغير المناخي وما يحدثه ويؤثر على العالم بشكل أكمل وعلى المنطقة العربية كذلك تعاوننا مع المستوى المحلية من خلال المدن وتعاوننا من خلال نقاط الاتصال الوطنية يدعمنا في نقل الصورة التي يجب أن نتعامل فيها مع هذه المخاطر من خلال المخاطر البيولوجية أو تغير المناخي هذه العامة للأرصاد الجوية هي ممثل وزارة التغيران في هذا المؤتمر طبعاً ديها باع كبير جداً في عملات الرصد والتنبأ والإنزال مبكر بحالات الطقس الجامحة يمكن هو ده الجزء اللي بيخص الوزارة أو الهيئة فإحنا النهاردة هنا مع الزملاء مشاركين في هذه الندوة بنعرفهم إيه دور الهيئة وإيه الإمكانيات الموجودة في الهيئة وإحنا بنقدر نعمل إيه في موجات الطقس المتقلبة أو عدم الاستقرار هذه الخطة الاستراتيجية لإدماج الأخاطر البيولوجية في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارد في المنطقة العربية سوف تكون نقطة هامة في أجندة تغير المناخ والذي تقوده جمهورية مصر العربية في كوب 27 ونأمل أن يكون هناك شرح مفصل للسياسات في المنطقة العربية والتي تخص القطاع الصحي وتغير المناخ في المنطقة اختطمت أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها 30 والتي عقدت برئيسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الأردني بشري الخاصونة أسفرت الاجتماعات عن توقيع عدد من مذكرة التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون في عدة مجالات مختلفة بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة مجلس الوزراء بأنه تم توقيع مذكرتي التفاهم للتعاون بين الجانبين تضمنت الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجستية والثانية في مجال الحجر الزراعي بالإضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام 2022 إلى 2024 كما تم توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي وقعه عن الجانب المصري رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر وعن الجانب الأردنية الدكتور إبراهيم الجازي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي دكتور كريم يعني ختم فعليات أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة والكثير من المجالات التي بها التعاون ما بين الدولتين الشقيقتين يعني كيف ترى هذا التعاون بمجالات المختلفة ما بين مصر والأردن؟ طبعا بالفعل يعني مجموعة من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية التي تجمع بين الدولتين في أكثر من مجال يمكن كان على رأسها التعاون في مجال التعليم وأيضا حتى في مجالة صحة طبعا يعني كما هو معروف أن يمكن يعني الأردن من الدول التي لديها باع كبير في صناعة الأدوية واللقاحات والأمصال وأيضا زولة المصرية يعني تفع بكل قوة أنها تكون إحدى المراكز المهمة لإنتاج الأمصال واللقاح ليس فقط في أفريقيا ولكن حتى في الشرق الأوسط أيضا على الجانب الآخر حتى يعني يمكن أن فيه خط توصيل الغاز الطبيعي إلى الأردن اللي بيغطي يمكن أكثر من نصف أو نصف تقريبا احتياجات الجانب الأردني سواء كان من المحطات توليد التهرباء في الأردن وأيضا حتى على جانب الاستهلاك الشخصي يعني عروفا استهلاك المنازل كمان أيضا يأتي على الجانب الآخر يعني فيه اتصايات شراكة مشتركة أو نقول تحالفات مشتركة تأخذ بها الجانب المطبي والجانب الأردني لعملية إعادة تعمير العراق أو رفع الكفاءة والطيانة المعامل التكرير والمصانع العراقية يعني فيه أكثر من مجال وفيه أكثر من قطاع حياة ويهام يتعاون فيه الجانب الأردني والجانب المطبي نعم ليس فقط على المستوى الاقتصادي لكن أيضا تطابق المواقف في المجال السياسي برأيك كيف تطفي هذه المواقف المشتركة وهذا التعاون الاستراتيجي ما بين البلدين على تحديات يريد العالم العربي التغلب عليها يعني طبعا مواقف مشتركة في التعامل مع القضايا العربية المواقف العربية والقضايا العربية الشائكة على الساحة وأيضا قضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب والتطرق كل اللي دي نقدر عليها ملفات مشتركة يعني فيه تنصيق واضحة على أعلى المستوى من الجانب المصري والجانب الأردني في السنوات الأخيرة وطبعا يعني استنصيقا سياسي واقتصادي وديبلوماسي أن يكون لمصر والأردن مواقف واحد في التعامل مع القضايا الملحة سواء على المستوى الإقليمي وأيضا حتى على المستوى الدولي نعم أشكرك يا جزيل الشكر الدكتورة كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي أهلا بكم من جديد ونواصل نشرة الثالثة نفذت عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر وفرنسا التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي رمسيس 2022 والذي يستمر لعدة أيام بمصر يشارك من الجانب المصري تشكيل بحرية من الفرقاطات ولنشاة السواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة من تراز F-16 المتعددة المهام والطائرات المقاتلة تراز رافال والميج 29 يشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية شارل ديجول والمجموعة القتالية المصاحبة لها وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكل من البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة مما يسهم في توحيد المفاهيم العملياتية وصق لمهارات أطقم القوات البحرية والجوية لكل من البلدين إلى العراق حيث أعلنت قيادة عمليات قربلاء انطلاق عملية عسكرية لتأمين السحراء المحافظة وقال قائد العمليات الفريق علي الهاشمي إن العملية تستهدف تأمين سحراء قربلاء باتجاه الأنبار وباتجاه سحراء محافظة النجف مشيرا إلى أن قوة المشتركة من الجيش والشرطة للتحادية وطيران الجيش شارقت بالعملية أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإلمائية في العراق زينة علي أحمد بأن إعادة افتتاح مكتبة الجامعة ومبنى رئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية في نينوة ومقرها في الموصل يعتبر علامة فارقة هامة في رحلة إعادة الحياة إلى المدينة وأضحت المسؤولة الأممية بأن البرنامج الإلمائي أعطى الأولوية لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة البناء في الموصل مؤكدة على مواصلة العمل لدعم الشعب العراقي نظر للأهمية التاريخية للمدينة والدمار الكبير الذي طالها بسبب تنظيم داعش الإرهابي بعد سنوات من الترميم والإصلاحات لعلاجها من أثار هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على المبنى عام 2016 فتحت المكتبة المركزية لجامعة الموصل بالعراق أبوابها مرة أخرى للجمهور وعلى مدى السنوات تطوع على عديد من سكان المدينة للمساعدة في إعادة المكتبة للعمل استعدوا من أهم المكتبات في المنطقة بما كانت تحويه من مخطوطات نادرة وسجلات حكومية تعود لمئات السنين للأسف قبل خمس سنوات قام التنظيم الإرهابي داعش بارتكاب مجزرة ثقافية بحق هذه المكتبة ورح ضحيتها عشرات وآلاف وصل إلى المليون ما يقارب المليون كتاب على مصدر ثقافي علمي ينتهجه الباحثين الأكاديميين وعقبل الهجوم كانت مكتبة جامعة الموصل المركزية تضم أكثر من مليون إصدار بما يشمل كتبا بخط يد باحثين من المنطقة ونسخا باللهجة الموصلية المميزة لبقعة كانت في يوم من الأيام مركزا ثقافيا وفخرا للكثيرين بمساجدها العتيقة وكنائسها التاريخية ومعمارها المميز في القلب القديم الأثرية للمدينة لكن ألاف النسخ والإصدارات احترقت ودمرت خلال الحرب على يد تنظيم داعش الإرهابية والمعارك الشرسة التي تلت لطردهم وعلى الرغم من أن مبنى المكتبة كان من مناطق ارتكاز مسلح التنظيم وقت الحرب فلقد كان من بين البنايات القليلة التي نجت أعلن التحالف العربي في اليمن سقوط طائرات مسيرة مفخخة بأحدى قرى مدينة جازان السعودية دون وقوع إصابات أو أدرار وأضف التحالف أن طائرة أطلقت من مطار صنع الدولي لسهدف المدنيين مؤشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات قوات الحوثي ردا على التهديد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا كبيرا لمجلس الأمن الفيدرالي اليوم الاثنين أضاف بيسكوف للصحفيين أنه سيكون هناك خطاب لرئيس الروسي مشيرا إلى أن بوتين سيجري عدة مكالمات هاتفية دولية اليوم بشأن الأزمة في أوكرانيا في غضون ذلك طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يأخذ حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة المطالب الأمنية الروسية على محمل الجد واعتبر بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون أن الاستفزازات الأوكرانية تؤدي إلى تصعيد المعارك مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا مشيرا إلى عزمه تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل النزاع وأكد الرئيس الروسي أن تسليم الدول الغربية أسلحة حديثة وذخائرة للقوات الأوكرانية يدفع كيف نحو حل عسكري في نزاعها مع الانفصاليين في الوقت نفسه أعلن الإليزي أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن وافق على مبأي أن يلتقي في قمة اخترحها نظيرهما الفرنسي إمانويل ماكرون سيتم لاحقا توسيعها لتشمل جميع الأطراف المعنيين وستبحث في مسائل الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا من جهته رحب وزير الخارجية الأوكرانية بتنظيم قمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بروكسل وقبيل اجتماعا مع نظرائه في الاتحاد الأوروبية أوضح وزير الخارجية الأوكرانية بأن بلاده ترى أن أي جهد يهدف إلى حل ديبلوماسي يستحق المحاولة معربان عن أمله بالتوصل إلى اتفاق حول انسحب القوات الروسية المحتشدة عند حدود بلاده قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيرباك بأنه من الضروري أن تعود روسيا إلى طاولة المفاوضات وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن موسكو وحدها هي القادرة على حل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا مضيفة أن موسكو تتلاعب بأرواح المدنيين شرقية أوكرانيا على حد تعبيرها أكد مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزاب بوريل أن الاتحاد يبذل كل رهوده لمنع نشوب حرب وحل الأزمة الأوكرانية ديبلوماسيا أضاف بوريل خلال اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبية أن الاتحاد أكمل العمل على حزمة العقوبات ضد روسيا لافتا إلى أنه حال تطورت الأوضاع سيتم عقده اجتماعا طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد للإعلان عنها كشفت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين بعد تفاصيل العقوبات التي ستواجبها موسكو إذا قامت بالهجوم على أوكرانيا وقالت فوندر لاين أنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدرية رئيسية حال قيامها بالهجوم مشيرة إلى أن اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفري هو نقطة ضعفها وذلك على حد وصفها قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا إن روسيا ستمدد تدريبات عسكرية في البلاد كان من المقرر أن تنتهي أمس الأحد وأوضحت وزارة الدفاع أن قرار التمديد اتخذ بسبب النشاط العسكرية قرب حدود البلدين والوضع في منطقة دونباز شرق أوكرانيا يأتي هذا في الوقت الذي تواصلت فيه حوادث القصف المتفرقة عبر الخط الفصل بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين في تلك المنطقة بشكل حد وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن قذيفة أوكرانية ضمرت مركزا حدودية روسيا بحزب الأجهزة الأمنية الروسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعلن رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون اليوم خططا لإلغاء قيود فيروس كورونا في إطار استراتيجية التعايش التي تهدف إلى تحقيق قرود من الجائحة بشكل أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى وبمجب هذه الخطط ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للمصابين بفيروس كورونا باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام وذهب إلى العمل بحرية أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أورديون عزم بلادها تخفيف القواعد التي تلزم بتلقي لقاح المضاد لفيروس كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي يأتي ذلك وسط تجدد الاشتباكات تبين محتجين يحتلون شوارع قرب البرلمان والشرطة بسبب التطعيم الإلزامي باتت هذه المشاهد لرجال الشرطة والمتظاهرين سمة أساسية في عدد من عواصم العالم ليس للاحتجاج على وضع معيشي أو اقتصادي وإنما بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا وخاصة التطعيم الإلزامية في نيوزيلاندا تجددت للشباكات بين محتجين يحتلون شوارع قرب البرلمان والشرطة حيث أغلق ألاف المحتجين الشوارع القريبة من البرلمان في العاصمة ولينجتون منذ أسبوعين بشاحنات وصيارات ودراجات نارية مما زادت ضغط على الحكومة لإلغاء التطعيم الإلزامية رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا إيردرن من جانبها أكدت أنه سيتم تخفيف القواعد التي تلزم بالتطعيم لدى كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد انتهاء ذروة سلالة أوميكرون ورغم رفضها تحديد موعد قاطع لتخفيف القواعد قالت إيردرن أنه سيكون هناك تقليص لشروط التطعيم بعد أن يصل أوميكرون إلى الذروة متوقعة فيما بين منتصف وآخر مارس كانت التظاهرات بدأت في نيوزيلاندا كوقفة ضد فرض اللقاح لكنها امتدت بعد ذلك لتصبح حرقة أوسع ضد رئيسة الوزراء وحكومتها وسجلت نيوزيلاندا نحو 16 ألف إصابة بكورونا و53 حالة وفاة منذ بدء الجائحة وهي نسبة منخفضة نسبيا وفقا للمعايير العالمية ولكن تفشي المرض بسبب ظهور أوميكرون دفع المتوسط الحالي للإصابات الجديدة خلال سبعة أيام إلى أكثر من 1600 حالة يوميا أعادت أستراليا فتح حدودها الخارجية أمام جميع السياح الملقحين ضد فيروس كورونا وذلك بعد حوالي عامين على فرض بعض من أكثر القيود السفر سرامة في العالم للحد من تفشي الفيروس ومن المتوقع أن تحط 56 رحلة جوية دولية فقط في أستراليا خلال 24 ساعة ورفع القيود على هذه الرحلات وهو عدد قليل بالمقارنة مع رحلات ما قبل الوباء كانت السلطات الأسترالية أغلقت حدودها في مارس من عام 2020 في محاولة للاستفادة من عزلتها لحماية نفسها من فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا بأنها بصدد تغيير قواعد التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك في مسعى لزيادة أعداد متلقي التطعيم مع طباط عملية التطعيم في الدولة رغم امتلاكها لمغزون وافر من اللقاحات وقالت حكومة جنوب إفريقيا إنها ستقلص الفترة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح فايزر ومن 42 إلى 21 يوماً كما ستسمح للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر بالحصول على جرعة المعززة بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية بدلاً من ستة أشهر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 استمرت قوات الإطفاء في الأرجنتين في مكافحة الحرائق المدمرة في مقطاعة كارينس الشمالية الشرقية ووفقا لتقرير صادر عن المعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية فإن الحرائق التهمت نحو 800 ألف هكتار من الأراضي أو ما يقارب 10% من الأراضي في المنطقة وتهدد الحرائق الحياة البرية في حديقة إبارة الوطنية وهي أكبر الأراضي الرصبة في البلاد وأحد أكبر النظم البيئية في الأرجنتين استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان سيد رئيس رحب برئيس الفرنسي الأسبق ضيفا في مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته مشيدا بالمسار الإيجابي الذي تشهد العلاقات السنائية بين مصر وفرنسا وقف الوقت الراهن على كافة الأصعيدات ومعاربا عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات من جانبه عبر الرئيس الفرنسي الأسبق عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتانة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذين لقاهما وأسرته خلال قضائهم للعطلة في مصر مشيرا إلى اعتزازه بتميز العلاقات السنائية بين مصر وفرنسا ومبديا إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعتبر امتدادا لعظمة الحضارات المصرية العريقة عبر التاريخ دعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية دعت كوريا الشمالية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واختيار طريق الحوار والتعاون من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة تراقب عن كثب تحرقات كوريا الشمالية وتستعد لكل الاحتمالات كانت كوريا الشمالية قد ساعدت مؤخرا الموقف بسلسلة من التجارب الصاروخية كما ألمحت إلى إمكانية الرجوع عن تعهدها المستمر منذ سنوات بوقف التجارب النووية والصواريخ طويلة المدى وسط تأزم المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وصفت وزارة الخارجية الصينية اتهام سلطات الاسترالية للجيش الصيني بتوجيه سلاح لزر ضد طائرة عسكرية تابعة لها بأنه كذب وكانت وزارة الدفاع الاسترالية قد أعلنت في وقت سابق أن سفينتين تابعتين للبحرية الصينية قامت إحدهما أثناء إبحارهما قبلة السحل الشمالي لاستراليا بتوجيه أشعة لزر نحو طائرة السطلة عن استراليا ووصفت ذلك بأنه كان يمكن أن يعرض أرواحا للخطر في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعلنت وزارة الصحة إطلاق 44 قافلة طبية مجانية حتى يوم الاثنين الثامن والعشرين من فبراير الجاري بجميع المحافظات أشارت الوزارة إلى أن القوافلة سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مشيرة إلى أن القوافلة تضم كافة التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية كما يتم تحويل الحالة التي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أجرت القافلة الطبية الكشف وصرف العلاج لـ 127 حالة بمختلف التخصصات بالوحدة الصحية بأم الحوائطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية وشهدت القافلة إجراء 26 فحصا معمليا و16 أشعة وسنار بالإضافة لإجراء 21 حالة تشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان نقدم خدمة الكشفات والعيادات عن تخصصات بطنة قلب جراحة تنظيم أسرة نسا أطفال عظام مسالك كل تخصصات طبية المريض بيجي دورنا نحن نغفر له كل الرعاية المطلوبة في خدمة معمل التحليل بنقدم له معمل تحليل طفاليات معمل تحليل الدم بكل التحليل معمل تحليل شغال طول مقافلة شغالة عندنا خدمة الأشعة سواء كان الصنار أو الصينية بعد كده بياخد المريض الدواء بتاعه كل العلاج متاح بالمجان من غير ما يتكلف أي حاجة في حالة إن المريض استدعى خدمة إضافية زيادة بيتم تحويله لقرب مستشفى للطلاق الخدمة الطبية كل ده بالمجان هنا المكان محتاج فعلا للخدمات بالنسبة لظروف المكان وبعده عن المكان وصعوبة انتقال الحوامل لأماكن أبعد من هنا فبالنسبة للقفلة بتقدم خدمة متميزة يعني على أساسه فيه صرف علاج وبدون مقابل يعني تحليل وعلاج ولما بيكون في حالات بتحتاج رعاية أكبر عشان ظروف الإمكانية هنا برضو يعني متواضعة بالنسبة للمكان فبتتحول الحالات لسواء للمستشفى الجامعة سواء للمستشفى الجن العام حنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى معجزة الإسراء والمارج تلك المعجزة التي خصها القرآن الكريم بصورة من صوره سمها باسم هذه المعجزة السابتة والراسخة في وجدان الأمة وهي صورة الإسراء وقالت وزارة الأوقاف في بيان بأن وزير الأوقاف أرسل برقية تهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وفضيلة الدكتور شوقي علام مفت الديار المصرية أكدت وزيرة التضامن الاجتماعين بين القباج تقديم كل العون الممكن للمجلس القومي للأشخاص الذوي الهمم واستشارته في العديد من الملفات المتعلقة بالأمر جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التضامن للمشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم الدكتور إيمان كريم لمناقشة فرص العمل المشترك وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التي تخص ذوي الهمم على رأسها تطوير القدرات المؤسسية للمجلس وميكنته بالكامل وسبل إنفاذ قانون رقم عشر لسنة 2018 وتفعيل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة القانون عقد وزيراء التضامن الاجتماعي والدولة للإنتاج الحربي ومحافظاء القاهرة والجيزة اجتماع لبحث سبل تنسيق الجهود في مشروعات إسكان أهل المناطق غير الآمنة تنفيذ لتوجهات القيادة السياسية يأتي الاجتماع في إطار متابعة الوضع الحالي للتأسيس والتسكين ومعرفة التحديات التي تواجه التنفيذ ووضع خطة للانتهاء من التسكين وفقا للأولويات شهدت المرحلة الأولى الانتهاء من تأسيس أكثر من سلاسة ألاف وحدة كما شهدت المرحلة الثانية الانتهاء من تأسيس ستة ألاف وحدة أكدت وزارة التنمية المحلية أهمية الدورة الذي تلعبه منظمات المجتمع والجمعيات الأهلية في استكمال جهود الحكومة سعيا لتوفير حياة كريمة للمواطنين خلال استقباله مجلس أمناء إحدى مؤسسات المجتمع المدني أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن هناك توجهات واضحة لكافة المحافظات بدعم المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجادة تنفيذا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي من اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج جانبيلا مكرم بأن تعاون مع وحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يستهدف تسوية أي خلافات أسرية للمصريين في الخارج حتى لا يتأثر الأبناء من الجيلين الثاني والثالث جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة للمدير التنفيذي للمركز أسامة الحديدي لبحث سبل التعاون بين الجانبين في إطار مبادرات الذرية الصالحة والتي كانت قد أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وحدة لم الشمل بمركز الفتوى بهدف الحفاظ على المصريين بالخارج من الخلافات الأسرية كانت نبيلة مكرم قد أكدت اهتمام الوزارة بشكل كبير بالجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج باحتياجهم للتوعية بقضايا الأمن القومي المصري تواصل الحملة التنشطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية عملها بمختلف مراكز محافظة أسيوت كانت وزارة الصحة قد أطلقت الحملة خلال الفترة من الثالث عشر من شهر فبراير حتى يوم العاشر من مارس المقبل تحت شعار حق اقتنظمي وتقدم الحملة خدماتها بالإدارات الصحية ومراكز الصحة الإنجابية بالكرة النائية والمحرومة ذلك ضمن الحملات الدورية للوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر عشرين ثلاثين أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء فعاليات حملة تنظيم الأسرة التنشطية على مستوى محافظة أسيوت وهي على مدار أسبوعين كانت المرحلة الأولى تتم تخطيط خمس إدارات من المحافظة من يوم 13 فبراير حتى يوم 17 فبراير وحاليا الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية ودي بدأت من عشرين فبراير إلى حتى أربعة وعشرين فبراير تقوم حملة تنظيم الأسرة بتقديم خدمات تقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وخدمة متابعة الحمل والنساء والتوليد كل رؤية اللي فيها بتعمل زيارات منزلية بتسادي فيها الستات اللي هم في سن الحمل والإنجاب وبتقول لهم على أماكن عمل القافلة عشان يقبلوا على استخدام خدمة تنظيم الأسرة حاجة تان هنا عندنا مرضو 15 مسؤول إعلام موجودين في الإدارات الصحية المختلفة كل مسؤول إعلام لي خطة توعية بيعمل عدد من الندوات للتوعية لتوعية الناس وبيستخدم سيارة التصريف الصحي وبيستخدم بيزور الأماكن الحيوية اللي فيها زحام واللي فيها تواجب من الناس ومركز الشباب والوحدات الصحية بيحاول يلفط نظر الناس إلى المواعيد اللي بتيجي فيها بتشتغل فيها القافلة عنده في الإدارة اللي تابع لي عقدت اليوم فعاليات مؤتمر البحر الأحمر النقل البحري واللوجستيات الذي نظمته جامعة الجلالة وشهد المؤتمر منقشة عدد من الموضوعات الهمة المتعلقة بصناعة النقل البحري وتطويرها باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتناول المؤتمر دور المؤسسات التعليمية في تأهيل الكوادر للنقل البحري وسلاسل الإمداد واللوجستيات في البحر الأحمر ودور التكنولوجيا والتحول الرقمي في تطوير النقل البحري بالإضافة لتبادل النقاشات حول أفكار تسويقية مبتكرة لتطوير النقل البحري نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال الأسواق الكبرى المستهلكة للغاز وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه كشف التقرير عن أن مصر احتلت المركز الرابع عشر عالمياً والخامس إقليمياً والثاني إفريقياً في إنتاج الغاز من عام 2020 بحجم إنتاج سنوي بلغاً 58.5 مليار متر مكعب أضاف التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبعي على رغم من أزمة كورونا وتدعيتها حيث وصل حجم الإنتاج عام 2020-2021 إلى 66.2 مليار متر مكعب شاركت مصر في فعاليات المؤتمر الدولي للتقنيات البترولية 2022 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من 21 وحتى 23 من فبراير وخلال جلسات المؤتمر أكد وزير البترول لطارق الملة أن مصر تهدف إلى أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيد الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035 وأشار الوزير إلى أن مصر تعتمد حاليا على نسبة تبلغ 20% للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة القهرمائية في مزيد الطاقة وأنه يجري حاليا إنشاء محطة للطاقة النووية والآن نتحول مباشرة لمتابعة كلمة رئيس روسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعه بمجلس الأمن القومي لكن هذا ما هو لدينا اليوم هدفنا وهدف لقائنا اليوم هو لنسمع زملائنا ونحدد الخطوات التالية في هذا الاتجاه أعني هنا التوجه روكواتي إلى قيادة دونيسك ولغانسك أو توجه قيادة لغانسك ودونيسك إلى روسيا وأيضا القرار من الدومة الروسية في هذا الموضوع وحول الاعتراف باستقلال وسيادة جمهورية لغانسك ودونيسك أود هنا أن أشير إلى أن هذه المسألة بلا شك مرتبطة تماما نعم هذه المسألة مختلفة ولكنها مرتبطة تماما مع القضايا الدولية المتعلقة بالأمن الدولي بشكل عام وفي القارة الأوروبية بشكل خاص ذلك أن استخدام أوكرانيا كأدواء أدات للمواجهة مع دولتنا يمثل لنا تهديدا كبيرا وخطيرا ولذلك في الأشهر الأخيرة وفي نهاية العام الماضي نشطنا عملنا مع شركائنا في واشنطن والناتو للاتفاق حول الإجراءات الأمنية وضمان التطور المستقر والمزهر في الأجواء السلمية بالنسبة لبلدنا هذا يعتبر أولوية وليس المواجهة وإنما ضمان الأمن وظروف الملائمة للتنمية ويجب أن نفهم الواقع الذي نعيش فيه وكما قلت أكثر من مرة إذا روسيا واجهت مثل هذا التهديد كقبول أوكرانيا في حلف الناتو يعتبر فإن تهديدات لدولتنا تنمو بأضعاف أنهت البورسة المصرية تعاملات جلسة اليوم على صعود جمعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب وسجل رأس المال السوقي مستوى 720.8 مليار جنيه وسط تدولات بلغت نحو 4.4 مليار جنيه على صعيد المؤشرات سعد مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 11.487 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 35 من 100% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة تم ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 43 من 100% ليغلق عند مستوى 2954 نقطة انتهت مشاهدين نشرة الثالثة لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار خلال استقباله المبعوثة الأمريكية الخاص للمناخة جون كاري الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة خلال رئاستها لقمة كوب 27 ختام أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها 30 وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم استمرار التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية وبوتين يعقد اجتماعاً مع مجلس الأمن الفيدرالي نهاية نشرة الثالثة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكراً للمتابعة وإلى اللقاء 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 شكراً للمتابعة شكراً للمتابعة وإلى اللقاء 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 ترجمة نانسي قنقر